مرحبا وصلنا اليوم للدرس الخامس بنتكلم عن الوزن الصحي في المرة اللي راحت احنا حسابنا كيف نحسب مؤشر كتلة الجسم عن طريق الحاسبة اللي موجودة في صفحات وزارة الصحة وهي لحدد لك نقطة البداية يعني انت وزنك نحيف والله في الوزن الطبيعي والله عندك سمنة والله عندك سمنة زائدة والله بدانة مفرطة هذه الاشياء فاليوم في الاشياء اللي ناخدها في عين الاعتبار لما نعرف كمية الأكل اللي أنا أحتاجها الأكل يعني سعرات الحرارية لازم أعرف أنا العمر حق الشخص لأن معدل الحرق أو معدل أي ضيقل لما يكبر الإنسان في العمر يحتاج سعرات حرارية أقال في لازم أعرف الجنس لأن الرجال يحرق سعرات حرارية أكثر من المرأة لأنه بطبيعة تكوين الرجال الفيسيولوجية في عضلاته في عضلات أكثر من المرأة يعني فهو يحرق أكثر من المرأة في الطول طول الإنسان كل ما طال الإنسان بيحتاج يصير يعني يحتاج سعرات حرارية أكبر في مؤشر كتلة الجسم اللي حسبنا المرة اللي راحات طيب شنوه مؤشر كتلة الجسم هو اللي يحدد زي ما قلنا يحدد لنا إذا كان الإنسان سامين هزيل أو في الوزن الصحي بقياس نسبة الكتلة للطول يعني يحسب لنا الوزن بالنسبة للطول هذا المؤشر كتلة الجسم كان استخدموه من زمان من القرن التاسع عشر بس عيوب هذا المؤشر كتلة الجسم إنه ما ياخذ في عين الاعتبار لا العمر ولا الجنس ولا النشاط البدني ولا نوع التغذية المتبع وللتاريخ العائلة من حيث الزمنة والنحافة أو أن حتى احتمالية تعرض هذا الإنسان أنه عنده تاريخ عائلي أنه معرض يكون عنده سكر أو أمراض القلب فهذه عيوب مؤشر كتلة الجسم الأشياء الثانية بعد أنه ما يحسب نسبة الدهون والماء والعضلات أنه ما يحسب الوزن بشكل عام لذلك ما ننصح نعتمد عليه لأنه لو جاءنا الإنسان الذي يبني عضلات اللي كمال الأجسام يعني نسميهم بيطلع لي وزنه زايد كأنه لما نحسب له كتلة الجسم بذلك ما في الحقيقة هو وزنه كلها عضلات والعضلات ما تؤدي يعني ما تسبب أمراض قلب وما تسبب سكر ولا تسوي أيش حتى لو كان وزنه زايد يعني بس هو في الأساس يعتبر يعني هو المقياس الأول اللي بنحسبه يعني قبل ما نبدأ في قياس الدهون عدد سعرات الحرارية تطوير الخطة الغذائية هو قلت لكم نقطة البداية اللي تحدد للإنسان أنت وين عشان تعرف تتجه في أي اتجاه بغض النظر عن عيوبه يعني أول حاجة زي ما قلناها هذه الحاسبة الإلكترونية كيف نحسب أشهر كتلة الجسم هذه بالعربي اللي قلناها وهذه بي أم آي كالكوليتر هذه بالإنجليزي بس الهايت نقدر نغيرها هذه تقول لنا نحط بس بالفيت وبالإنجليز وهذه متر كالكوليتر نغيرها نسويها عادتا نشوف بالميتر يعني فأنا مثلا ماذا ما يطلع المفروض واحد ميتر ومثلا أنا ستة وخمسين ثمانية وخمسين ففتي ايت وبعدين الويت مثلا ففتي ايت كالكوليت بي أم آي بيحسب لي الحين بي أم آي وين هذي نورمال ويت من خمسة عش من ثمانتاش ونص لأربعة وعشرين ونص بي بي أم آي يقول إن يعني هذي في الوزن الطبيعي مثلا يعني بعدين تقدر تحسب فيها زي ما قلنا حق وزارة الصحة اللي حسبناها في الدرس اللي راه بتعطينا هذي الحسابات بالمعادلة الرياضية يعني ما له داعي لإنسان يتعب حاله بمعنى فيه هذي الانلاين كالكوليتر أو الحاسبة الإلكترونية اللي موجودة على مواقع الانترنت خلاص نحسبها فيها على طول بس نعرف كم الطول بالميتر والوزن بالكيلوغرام ونعرف نحسب هذي وهذا بنخلص درس اليوم المرة الجاية إن شاء الله رح نتكلم على التغذية نبدأ ترجمة نانسي قنقر